كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد بين الشركة القابضة للصناعات الكيموية والشركة الدولية وينص هذا العقد على اتفاق الشركتين على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم إيجيدور يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد التي يتم استخدامها في تصنيع فلنكات السكة الحديد والأعمدة الكهربائية والهياكل المعمارية مسبقة الصب وأنابيب الصرف الصحي الخرسانية كما تستخدم أيضا في تصنيع خزانات المياه بهدف توفير جزء من احتياطات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد اشتركوا في القناة